بلا مقدمات وجد سائق الدراجات النارية بالحديدة أنفسهم في مرمى إجراءات تقوم بها الميليشيا تهدف إلى مصادرة بعض أدواتهم الخاصة مثل الأغطية والبطانيات التي يستخدمها السائقون لتخفيف الحرارة خلال عملهم عليها هنا واحد من مكبات الأغطية أو ما يعرفه السائقون بالبطانيات في واحدة من نقاط الحثيين ولا أحد يملك تفسيرا لما يحدث غير أن مبرراتهم تقول إنه إجراء احترازي خوفا من عمليات المقاومة وحماية لأفرادها في حواجز ونقاط التفتيش الأمنية أيا تكون المبررات بحسب بعض السائقين هنا فإن الإجراء يستهدف واحدة من الشرائح الأكثر فقرا التي تعتمد في دخلها على الدراجات النارية